بما أننا جمنا سيرة نجلة نجلة اللي خرج منهم ومن الأكنوية بتاقي ده زيزو وعمر مرموش مرموش دلوقتي متقلق جدا كنت بكلم برح انه فكرة انه لعيب ما طلعش يعني اتربى صح اتربى كورة صح رأيك في اللي بيعملوا مرموش دلوقتي هدف بندسليجة دلوقتي ما عليك لعيب كبير ومختلف ورتمه مختلف بص يا كريم خلي بالك في لعبة كتير عندنا كويس لكن الرتمي بتاعها ممكن يبلعيك كويس بس ما قدرش يلعب بر في أوروبا لكن الرتمي بتاع مرموش واداء مرموش وكواليد بتاع مرموش واستجابته السريعة والتطور بتاعه السريع هو اللي نقله النقلة دي النهاردة هدف الدور الألماني واخبالك النهاردة بيقدي بصورة كبيرة جدا النهاردة مرموش مختلف النهاردة مرموش مطلوب من كذا نادي وسعره عمالي زيد يوم عن يوم ربنا زيده يا رب ويحمس واضافة كبيرة لمنتخب مصر فأنا شايف ان الرتم يعني بتالي كانت نقص المولين العربة لفترة الفاتت في ناشئينه اللي بيطلعوا النهاردة الدين الموجودة في أمبي عشان برضه أمين أن أمبي في تأسيس كويس صحيح قطاع الناشئين بصراحة شكل بسرعة كويسة فأنت النهاردة تأسيس لعيب كويس لعيب عنده طموح مختلف لعيب بيتطور بسرعة لعيب قفل على نفسه لعيب بيضحي فبيقدر شخصية فبيقدر نيقن وهو خارج من هنا ما أغرهوش شوية فكهة نبف الأهلية والزمالك اللي هو تم عد هنا أحسن وكيف تأخذ النجمية هي دي النقطة ده الاختلاف اختلاف بين شخصية واحد عنده طموح حطه قدامه ودايمن طول وقت طموحه سايقه واحد بيستكفى على طول بيشبع بسرعة اللي هو خاد بس لقطة أننا احترفت يومين ثلاثة وبعدين أرجع ألعب في الأهل والزمالك طبعا ما احترمنا كبير لأهل والزمالك طبعا نديها كبيرة لكن أنا بتكلم ان احنا محتاجين نماذج كتير زي مرموش محتاجين نماذج كتير زي محمد صلاح لأن احنا نستاهل أنا شاف ان احنا نستاهل مرموش مع فرقاته بيلعب في اتنين مهاجمين يعني مهاجم تاني وبياخد حرية كبيرة جدا بيروح نحية بيشوفه ناحية الميون ناحية الشمال وبيشتغل من كل حتة في الملعب مع منتخم مصر هو من ساعة مجاوية زي نقدر نستخدمه في وجود مصطفى محمد وجود ايضا محمد صلاح اللي يبقى مهاجم تاني مع مصطفى وجود ريزيجية كمان وجود ريزيجية طبعا لا الفكرة فيها كريم دلوقتي طرق اللعب يوم عن يوم بتتطور وبتتغير اخرج بس في حتة فنية شوية ياريت ياريت ان دلوقتي العلم دلوقتي بقى 4-4-2 وانا عايش الكور كده كده بقى 4-4-2 كمان خلي بالك بتوصل ل4-2-4 في المساحة اللي هي بتتكلم في العشرين ياردة اللي بيقابلوا فيها خلاص ففكرة اننا النهاردة وانا بيشتغل من جوه دي محتاجة موصفات مهمة جدا اننا ازاي بقى في الزواية التمرير كويس وازاي اننا النهاردة ببقى ازاي شادو سترايكر تحت الراجل اللي هو السترايكر الاساسي اللي هو اللي دايما طول الوقت التارجت وانا دايما بيشتغل حواليه ودايما عندي حرية حركة اننا قدر اخرج برة عند الملكة دي وانا قدر اشتغل على طرف الملعب او ان انا قدر اشتغل في اتجاه الكورة واخد بالك دي بتحصل لو بصيت كده هتبص في ليفربول دايما طول الوقت النهاردة كان الاول مع كلوب بلعبوا 4-3-3 النهاردة بلعبوا 4-2-4 فوق مع سابوسلاي لما بيقفل مع ايا كان التارجت الرأس الحربة اللي بيشتغل مين فدايما طول الوقت ازاي بيقفلوا ازاي وامعمش الكورة بيشتغلوا نفس الكلام تنهاج في منشستر نفس الكلام على فترات كبيرة جدا منشستر سيتي مع بيب جورديولا فالفكرة النهاردة الشكل تغير المرونة دي بقى المرونة دي في ان انت تطوع اللعيب جوا شكل لعبك دي مؤتة مهمة جدا دي مدرب مقنع للعيبته رقم واحد اللعيبة عندها المرونة اللي هي تقدر تشتغل ما عندهش مشكلة مش حافظة لعبة فهمة ودي النقطة المهمة جدا النهاردة الوعية كريم النهاردة الناشئ اللي ما بيطلع من تحت مهمة جدا يبقى عنده وعي كنا كنت قاعد بره بيتكلم مع حد بره فبيقول لي أنا ابني بيلعب فرود فنزلوه بناشئين بيلعبه سردباج دلوقتي مش عارب بيلعبه ايه قلت له دي ميزة مش عيب ان اللعيب يسوى صغير يلعب في كذا عشان يقدر يبقى فاهم ويبقى عنده وعي الوظائف الأماكن اللي بتلعب فيها بد لماذا ستة دايما طول الوقت يا كريم اسكان طول الوقت دايما طول الوقت تشايف دايما طول الوقت جوه اللعب دايما طول الوقت هتليه بيتكلم كتير عتليه موجود في الحدث غير لما بيلعب بره الملعب أو غير لما بيلعب سترايكر خلي بالك على فترات ما بقاش موجود جوه الجيم فهمقصدي ايه لكن أنا وانا بلعب سيت أنا داي من ثلاث خطوتين بقت في اتجاه الكورة خطوتين بقت في اتجاه الكورة